حبايب القلب أهلة وسهلة وشكرا لزيارتكم الغالية مات واغذوني إذا صوتي لم يحوح قطرة على تغيير هذا الطقس عجيتني رشقة على صدري ورح صوتي طاول بعيد لعنكم وارتاح أبو عبده من نقي صد بحكي معه بالوما الحمد لله الله صار أحسان وعوط نشاطي ما بدأ أتأخر عليكم أكتر من هيك في إذن الله اليوم بدي أحضر الإيج أكلي لغرفان القلب وحدة بوحدة منظرة بفتح النفس مكوناتها كلهم فوايد ممكن تتقدم لحالة حدا يتمزمس فيها ويتنغم فيها وممكن تتقدم كنوع من أنواع المقبلات مع أطباق تهنيه يلا ما رحين نضيع وقت رأسها رحين على المطبخ لنشرح أش بلزمنا لهالأكل الطيبة هذا نسكي لبرغل ناعم وكاشف طبعا مصير بالبرغل الغامق العمقي هدول البرغلات من شي ساعة خاصلتن وحطتن لهم كاسة ونص مي غالية ودشرتن لحتى انتقع على البرغل وفتحت البرغلي البرغل الإيتش ما بده دايران على الماكينة بس ناقب ميت الصخنة بكفيه مع كمية هالبرغل بدنا نص بقية طاق دونس مفرومة عن ناعم بصل أيام بس كبيرة أو بصلتين وسط كمان منفرمونا عن ناعم بنادورتين ذات الشي مفرومات عن ناعم وآخر الشي من الخضرة منفرم أربع خمس بصلات خضر كتير بيعطو نكهة طيبة للإيتش مع الخضرة بلزمنا معلقة طعام مع الرميد بس فليفلي ومعلاقة طعام دبس برادورا والأحسن تكون بيتوتية وحامضة ما تكون أم العلاب المحلونة بتعطي تنكهة طيبة كتير للإيتش كمان بلزمنا أربع خمس معالي أكبر دبس رمان يعني ملات فنجان قهوة نقول وعصير ليمونة كبيرة وملات كاسة صغيرة زيت زيتون ومعلاقة صغيرة كموم مطحول والملح طبعا ما بصير بلاها هذا الأفندي للزينة بلزمنا حب رمان وإذا لم ألتقى من زين الإيتش بالبقدونس بمشي الحال هلأ خلصنا شرح المكونات رايحين لنعمل منهم طبع من أجمل ولزم ما يكون عوال شغلنا مندبل البصلة المفرومة بزيت الزيتون الدافي مشان تروح الصنصنة منه ما منخلي يحمل زيت منحط البصلة وهو دافي مندشرهم على نار وسط لحتى تدبع البصلة تدبيلها متقليج رشة ملح ما بصير بلاها وشي من دبلة البصلة منضيف معلقة دبس البنادورة ومعلقة دبس الفلافلة ومنقلبهم كم تقليبة مع البصل ومنطفي النار تحتهم مزيزة دبس البنادورة ودبس الفلافلة دوبناها ومتدويف بالزيت ما قلّئناها هون تقليج هلا منضيف التقليجة اللي حضرناها على البرغو المنقوق ومن الرش نتفيت ملح ومعلقة الكمون المطحون ونخلط كل هالإضافات مع البرغل طبعاً لو في غدارة فخار كان الشغل أهوم بكتير لذا كي البرغل أما يلا لا جود إلا بالموجود بعد ما خلطنا التقلاية مع البرغل نضيف عصير الليمون ونضيف الخضرة المفرومة البنادورا بصل الأغدر البقدونس ويلا نتهك كل شي مع بعضه شوفوا مضبروري تتأيدوا بكمية الخضرة اللي تلكن عليها زيدوا أو ناقصوا متل ما بتحبوه بتذكر أمي بزمانه تعمل إيش على طاقة تقلاية بس يعني مافي خضرة بقلبه بتبقى تحط البقدون الزينة عالوج سيادة المخرج شطت رياءه ونبعه عيونه لبرا حقك يا أستاذة بعبدو أنا كمان فرط قلبي من هالمنظر وفتح راسي من روايح الخضرة هلا بالأخير من ضيب دبس الرمان كمان دبس الرمان حطوا حسب ما بتحبو حمضية الإيش إذا بتحبو الحوامد كترو دبس الرمان أنا ما كترت كتير لأنه ما بدي الإيش يغمقوا تروحيقتو بنعمل لهم تخليطة نهائية وبصير الإيش الملوكي هاير للتقديم قدمونا الإيش بالطريقة اللي بتعجبكن وصحة وعوافق إلهي ربي على قلبكن شكرا لمتابعتكن وأهلا وسهلا بالجميع وتذكروا اللايك والتعليقات هيك بحبوا جامعة اليوتيوب قال كل ما كترت اللايكات بكترحوا الفيديو على خلق أكتر مشان يشوفوه إلى اللقاء أبو عبيد خلصنا؟ إيه؟ بحسكس مش حادي وأنا عم بقل لهم حطوا لايك وحطوا كومنت وليه على هالقصة؟ كل صنع المحتوى باليوتيوب بقولوا هالكليشي سعرك بسعرون؟ كتير بس طسع بقى أطلب شي من حدا ما بعرفه بحسها تقيلة يعني ما في سؤل ولا شي هي كبسة زر يلا خير قلت له انو مش الحال خلصني بقى الله أتك العافية